درسنا زمان إنك لما تعمل تصرف ما بطريقة ما ويطلع منها نتيجة ما فما تتوقعش نتيجة مختلفة لما تعيد نفس التصرف بنفس الطريقة وتلاقي نفس النتيجة تستغرب صح؟ أنا هنا هارجع أستاذ كريم أستاذ كريم الشازلي أنا يمكن تسمعت هو معنا النهاردة ديوفنا أرأهم إيه؟ يعني بشكل سريع وجيها طبعاً نعم وجيها طبعاً أرأ وجيها كلها أسباب أمطقية طبعاً يعني أنت عاوز تقولي أن أنت ممكن تكون حاطة سيناريو معين أو في طريقة معينة اللي هو في الحالة دي لو توفرت الشروط دي واحد اتنين ثلاثة الزيجة التانية تمام وتتم وعلى كل الأطراف إنها تتوافق؟ أخلي نسأل سؤال أهود أصلاً موضوع الزيجة التانية ده موضوع مشكلة حالية آنية من زمان من قديم الأذن من أول تاريخ خلاص يعني حتى فيه دايماً ربطها بالإسلام نوع الشرع حلل والشرع حلل حيث أن ده ربط خاطئ لأنه أصلاً من قبل الإسلام وهو التعدد موجود ومتاح في كل الشرع والأديان والفلسفات الإسلام جي حدده بس بس أموت سأموت سأموت سأأذنك معلش إحنا حاولين نتكلم فيها من ناحية الاجتماعية والنفسية أو بلاش ندخل فيها من ناحية دينية هو موجود اللي عايز أقوله هو موجود طول الوقت هو موجود طيب دلوقتي هو اللي إحنا بنقوله أنه هو انتشر بزيادة صح؟ هل شايفين كده؟ ولا إحنا نفجرين الموضوع؟ أي إنه هو انتشر بزيادة ليه انتشر بزيادة؟ دي نقطة مهمة إنه هو الآن في الوقت الحالي الوعي بتاع الراجل والست بقى زاد شوي زاد حبتيت فالمرأة وعياها زاد جداً بتموحها وعياها زاد جداً بنفسيتها باحتياجاتها طول الوقت وبالتالي بدأت العلاقة بينها وبين الراجل تاخد مساحة من الندية هل ده موجود ولا مش موجود؟ حياة ده موجود ومشوفه طول الوقت في نفس الوقت الراجل وعيه باحتياجاته النفسية زاد وعلي وهو شايف إن ده من حقه خلاص فأنا ممن يروه إن الراجل بمجرد ما بيلاقي إنه شوية العوائق اتشالت اللي في خليبها بتبقى مادية بتبقى عوائق مادية خلاص بيبدأ يتجه إلى إنه هو يرضي عنده الحتة دي حاجة حلاله مفيش فيها أي مشكلة وهنا لازم يطرح سؤال تاني هو بتجاوز مثلا يعني سنجاب بري ولا بتجاوز واحدة ستة؟ هي واحدة ستة يعني دايماً الستات ضد الجواز التاني لما يبقى ليه مهمة إنك تتجاوز عليها بس الست ما عنداش أي مشكلة لأن نفس العدد اللي الرجالة فيه معددة فيه نساء متزوجة رجول تاني إذن ففكرة إنه الستات أقمال متجاوزين قصدوا على الستات اللي بيتجاوزهم هي ستة عارفة إنه هو زوج لستة طبعاً طبعاً هي وفقت تجاوز راجل متزوج هي موافقة على كده ساعات بيبقى ده طلبها بالمناسبة عشان تقولك لا أنا هو دلوقتي أنا بعمل الحالة حاول إنه نحط النوات على الحروف خلاص إنه الأمر ده موجود طول الوقت وإحنا كرجالة بنشوف إنه إحنا بنمارس جزء من حقوقنا لأنه بالمناسبة الراجل أصلاً ده جزء في طبيعته بيقتلوا عنده بالرضى بالقناعة زي أي حاجة في الدنيا يعني هو الراجل جعان بطبعه جعان له الطموح جعان له الستات جعان للتفوق هو جعان لكن إحنا مطالبين إنه إحنا إلا لو تجززت عند رجالة عند رجالة كتير قوي دلوقتي ستات كتير قوي دلوقتي أي والله يا أستاذ أصلاً إحنا أصلاً طبيعة في الراجل ده فترة في الراجل يعني لو أنا قلت لو أنا قلت في احتياج عند الراجل فبيلاقوش في الست أنا بظلم الست لا هو في احتياج مزروع عند الراجل الأسباب هي منطق يعني بيحاول يمنطق سببه يمنطق الحق كام راجل بعد الجوازة التانية اكتشف إنه زيت زي عبيد وإن التانية زي الأولانية صورة طبق الأصل وإنه في الآخر بيعيد نفس التجربة وارد يا أستاذ أنا ممكن تبقى مرار طافح ده وارد وموجود ونشوفه طول الوقت لكن اللي أنا عايز أقوله لحضراتي إنه وارد يبقى حل وارد يبقى مشكلة هي متوقفة على الراجل وضعه لأن فيه نقطة خفيرة جداً في المتوازل راجل تاني اسمحيلي أختم بيها النقطة قبل الفصل نخطب نخطب الجزء ده من الفقرة أنا الحقيقة شايف إنه الجواز التاني في مجتمع بيرفض الجواز التاني كارسة كبيرة جداً لأن المجتمع بيبقى ضدي ضدي في الضغط على الزوجة الأولى اللي يعيني جوزها تجاوز عليها وضدي لأنه بيضغط للزوجة التانية خطفت الرجالة واللي خدت الرجل من على مراته والمجتمع بيقول كذا المجتمع ضغط علي أنا كراجل بدأ يعني أنت شايف إنه مجتمع غلطان في دي؟ طبعاً يا أستاذ طبعاً لا الثانية بقى احنا عاوزين نعرف مجتمع الغلطان ده نصلى على مجتمع الغلطان طبعاً طبعاً وضمنها مافي على الفكر ثانية واحدة بس وضدها